لا غالب ولا مغلوب لا نتيجة واضحة خرجت بها الدول الطامعة في بلد الجبال الوعرة أفغانستان منذ الاتحاد السوفياتي مرورا بالاحتلال الأمريكي الذي غزاها بعد أحداث 11 من أيلول عام 2001 بشكل شبه كل خرجت أمريكا من أفغانستان كما خرج السوفيات قبلها بعد أن تذرع طويلا بالحرب على الإرهاب فكانت النتيجة تدمير البلاد وإضعاف مؤسسات الدولة عقود من الصراع المرير في هذه الجبال الوعرة يمكن القول أن أفغانستان قد تجاوزتها لكن مع بلد منهار حاله حال البلاد التي احتلتها أمريكا بذريعة بث الحياة الديمقراطية رفع أمريكا يدها عن أفغانستان ترك فراغا أسكريا وأمنيا بدرجة الأولى فبدأت المخاوف عند أهل البلد تدب من قدوم طامعين جدد على رأسهم إيران التي تتربص بالبلد الجار وتريد مدأ ذرعها فيه لتعيث فسادا فيها دول المحور التي تمتلك علاقات جيدة مع أفغانستان غير مهيئة لملء الفراغ إلا تركيا التي وجدت في نفسها جاهزية للقيام بهذه المهمة وعلى لسان رئيسها أردوغان إن تركيا تحت مظلة الناتو مستعدة للقيام بحفظ الأمن في أفغانستان مبينا أن تركيا أكثر دولة عملت على تأسيس الاستقرار والسلام في أفغانستان الوجود التركي العسكري في أفغانستان وجود غير قتالي واقتصر دورها على عمليات تدريب وتأهيل القوات المحلية وحماية المطار وتقديم الإغاثة عبر مؤسساتها والخدمات المختلفة وبحكم العلاقات التركية الجيدة مع الأطراف الأفغانية فيتوقع أن يكون هذا السيناريو أكثر قبولا على المستوى المحلي خوفا من تمدد إيراني أو عودة سوفياتية جديدة ممثلة بطموحات بوتينة وسعية